مرحباً شباب اليوم نحن عن عائلة الأول سيراميك هاي عائلة متكونة من الثلاث أفراد اليهم هي عائلة مقلاس وهو أكثر نوع موجود أكثر شي نستخدمه بالتركيبات الثابته وثاني واحد البوليكراستلان الي هو أكثر القلاس بكل شي بالاستخدام وبالمؤصفات ثالث واحد هو عبارة عن خلط بين شغلتين السيراميك وهي نوع ثاني من المؤات بعدين نجي التفاصيل هذا ينتج شي اسمه الهايبرود سيراميك هاي الهايبرود يكون كلهم عبارة عن كاتكام بلوك وكلهم عبارة عن إرزين وكلهم نستخدمهم بسنجل يونت فقط ما نستخدمه بريتج ذاك بسبب المواصفات ثلاثة نستخدمه فقط بالفينير وبالإنلي وبالأول لي أول واحد الي هو الجلاس طيب أو الجلاس سيراميك هذا بمواصفات رئيسية ثلاثة أول شي يكون شفافية عالية وهو أهم صفع بي ثاني شي يكون يعني جزئات متناثرة ما له شي كل معي مثل البول كرستيلاين ثالث شي وهو اسوى صفع بي يكون برتل هاش هذا انتج أو خلق ثلاثة شغلات يعني أول شي الفولدس باثيك اللي يسمونه أو معروف بينه بالاسم البورسلاين ثاني شي الي هو سايت سيراميك وهذا ما معروف لأن لا يكون شفافية مثل الفولدس باثيك ولا هو أقوى من ايماكس فذلك خير الشرع ثالث واحد اللي هو ليثيوم داي سيليكيت ولي معروف باسم ايماكس ذنين الأنواع الثلاثة كانوا عبارة عن ثاني واحد هو البولي كرستيلاين هذا انطاني نوعين فقط أول واحد اللي هو الألمونية وهذا نقراض من الزمان ثاني شي الي هو أكثر شي نستعمله هو الزرقونية هذا عكس أولاد عمي كل شي يكون نوتا تراثي نوسنت معتم ويعبر الضمان خلاله ويكون كرستران ستركتشر لشكل ممتظم ويكون أقوى من البقية بثلاث إلى أربع مرات ثالث نوع عدنا بالعائلة اللي هو الهايبورد سيراميك وذول يكونون أجانب من العائلة مختصين فقط بجماعة الديجيتال يوزرز منهم الاجسي بلوك تبع شركة شوفو والفيتا ايناميك تبع شركة بيتا وعدنا السيراب بايوتك تبع شركة بايوتك وعدنا بريليانت كريوس تبع شركة كولتين وأخيرا لابا ألتميد تبع شركة تريام إذا عجبك المقطع سوي لايك وعاد توجيه صاحبك شكرا لكم شكرا لكم